نقطة خلافية الآن فيما له علاقة بالحرس الثوري الإيراني إن كان سيشطب من لائحة الإرهاب الأمر أيضا الذي سيزعج إسرائيل في هذه الحالة بكل الأحوال إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية قضية فرملت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي ذاك الطارئ وثار معارضة حلفاء واشنطن مثل إسرائيل التي وجهت انتقادات أعلنية لاذعة لأي محاولة تهدف إلى إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب مسؤولون أمريكيون كبار يدعمون التسوية مع إيران قالوا إن فشل التوصف لسريعا إلى حل وسط ما طهران حيال تلك القضية قد يطيح مفاوضات حلت على مدى عام كل خلاف آخر تقريبا وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة Wall Street Journal إن التهديد الذي يشكله الحرس الثوري وغيره من الكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب سيكون أسوأ بكثير إذا حصلت إيران على أسلحة نووية ووفق الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية ترى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران حسن لاحقا وهو خيار أفضل من الانتظار فالبيت الأبيض ينظر إلى اتفاق يقيد برنامج إيران النووي باعتباره مفتاحا لاستقرار الشرق الأوسط ما سيسمح للولايات المتحدة بالتركيز على الصين وروسيا ونقلت Wall Street Journal عن أمريكيين شاركوا في المحادثات أن العرض الأمريكي من شأنه إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية إذا التزمت إيران بكبح جماح عدوانها الإقليمي وامتنعت عن استهداف الأمريكيين